السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثال ميليبرو ليبرو أي كتاب ومي أي يعود لي يعني ميليبرو أي كتابي توليبرو توليبرو أي كتابك يعود لك ولكن بصيغة غير رسمية سوليبرو أيضا كتابك ولكن بصيغة رسمية يعني كأنها بتقابل أستيدز في الضمائر الشخصية بمعنى أنت أو حضرتك بصيغة رسمية نوستروليبرو أي كتابنا بوستروليبرو أي كتابكم بوستروليبرو أي كتابكم فبالتالي عندنا في الصفات الملكية في الأول الأسبانية عبارة عن خمس صفات ملكية عندنا كم صفات ملكية عندنا خمس صفات ملكية عندنا مي عندنا تو عندنا سو نوستروا وبوستروا عندنا مي تو سو نوستروا وبوستروا مي وتو وسو دولت لهم صورتين بس أو شكلين بس لإلا مفرد لإلا جمع لإما مفرد لإما جمع مفرد لن نكون بإضافة إسه وجمع نكون فقط بإضافة إسه لهم صورتين فقط مفرد أو جمع وهم متفقون في التذكير والتأنيف يعني ما بيختلفوش في مذكر ومؤنث لكن بيختلفوش فقط في المفرد والجمع لكن ويسترو وبويسترو لهم أربعة صور أو أطبع أشكال إما مفرد وإما جمع وإما مذكر وإما مؤنث إما مفرد وإما جامع وإما مذكر وإما مؤنث نساء عندما مثلا نوسترو ده مفرد مذكر عندما تكون مفرد مؤنث نوسترا نغير الأو إلى آ نوسترا مفرد مؤنث نوستروس جامع مذكر أو خليط ونوسترس جامع مؤنث أو خليط نفس الكلام مع بوسترو بوسترو مفرد مذكر بوسترا مفرد مؤنث بوستروس جامع مذكر أو خليط وبوسترس جامع مؤنث عندنا صفات ملكية بتتفق مع الاسم المملوك من حيث الافراد والجمع صفات ملكية بتتفق مع الاسم المملوك من حيث الافراد والجمع يعني تتغير معاه المفرد والجمع مثال ميليبرو أي كتابي لما نجمعها هتبقى ميس ليبروس أي كتابي فنجد هنا أن الصفة الملكية تغيرت عندما تغير الإثم المفرد إلى الجامع فميليبرو أي كتابي مسليبروس أي كتبي مثال آخر توبلوما أي قلامك توسبلوما أي أقلامك وهنا أيضا تغيرت مثال طبعا أنه إنمي وتو وسو الثلاثة دول لهم صورتين فقط إما مفرد وإما جامع لكن ما بيتغيروش مع المذكر والمؤنث فبالتالي لهم صيغة واحدة تستخدم في التذكير والتأنيس لهم صيغة واحدة تستخدم في التذكير والتأنيس على حد سواء مثال مي أميجو أي صديقي ده مذكر مي أميجا أي صديقاتي ده مؤنث فبالتالي هنا مي ما تغيرتش سواء مع المذكر أو المؤنث توس إرمانوس توس إرمانوس أي أشقاءك جمع مذكر أو خليط توس إرمانس شقيقاتك جمع مؤنس فنجد هنا أيضا أن توس لم تتغير سواء مع الجمع المذكر أو الجمع المؤنس سوليبرو كتابي سوليبرو كتابك سوليبرو كتابك سوس بلوماس كتبك أي سوس بلوماس أقلامك فبالتالي عندنا هنا سوليبرو لو قلنا سوليبرو أي كتابك ممكن نقول سو بلوما أي قلامك سوليبرو سو بلوما لا تتغير أيضا سو مع المذكر أو المؤنس عندنا ملحوظة مهمة جدا 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 أن الكلمتين تو و تو اللي احنا شايفينهم دول دول نفس النط لهم نفس النط تو و تو ولكن الاختلاف فقط في العلامة علامة اللهجة اللي موجودة فوق حرف الأو فعندنا العلامة اللي موجود فوق دي تغيرت معنى الكلمتين فتول اللي عليها العلامة دي معناها ضمير شخصي يعني أنت لكن تو اللي مش عليها العلامة دي صفة ملكية تو اللي عليها العلامة ضمير شخصي معناها أنت لكن تو اللي مش عليها العلامة دي صفة ملكية فنلاحظ ملحوظة المهمة جداً دي عندنا بعد كده حاجة بتميز سو لي أنت يعود لك ولكن بصيغة محترمة سو ديت لها أربعة معان سو لو وضعت في أي جملة سو ديت لها أربعة معان مثال ماريا بوسكا أسو إرمانا ماريا بوسكا أسو إرمانا فسو هنا معناها ماريا تنظر لي أختها تنظر لي أختها خوان بوسكا أسو إرمانا خوان بوسكا أسو إرمانا أي خوان ينظر لأخته فجت هنا أختها ومدكة جت هنا أخته نفس السو مضغيرت إيوس بوسكا أسو إرمانا يعني هم ينظرون لأختهم سو مادري بوسكا أسو إرمانا سو مادري بوسكا أسو إرمانا أي أمك تنظر إلى أختك فهنا جات سوء بأربعة معاني مرة تعودوا لها ومرة تعودوا له ومرة تعودوا لهم ومرة تعودوا لك فجات مرة أختها ومرة أخته ومرة أختهم ومرة أختك طيب طيب إيه فإحنا طلق بطنا نعمل إيه لو كان معنى سوء غير واضح في الجملة نستخدم عبارة جر لتحل محلها للتوضيح لو كان معنى سوء غير واضح في الجملة بنحل محلها عبارة جر مثال عندنا ماريا بوسكا على إرمانة دي إيل ماريا بوسكا على إرمانة دي إيل ماريا بوسكا بوسكا أي تنظر على إرمانة إلى الأخت على إرمانة إلى الأخت دي إيل أي تعود له يعني ماريا بوسكا على إرمانة دي إيل يعني ماريا تنظر لأخته تنظر إلى أخته ماريا بوسكا تنظر بوسكا على إرمانة إلى الأخت أخت من دي إيل تعود له يعني أخته فماريا تنظر إلى أخته ماريا تنظر إلى أخته فعندنا دي هنا دي هنا كلمة دي دي ديت بتستعمل الدلالة أيضا عن ملكية وسنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد مثال آخر الأمبري بوسكا لسيابس دي إيا الأمبري بوسكا لسيابس دي إيا الأمبري أي الرجل بوسكا ينظر لسيابس إلى المفاتيح مفاتيح مين دي إيا التي تعود لها إلى مفاتيحها الرجل ينظر إلى مفاتيحها الأمبري بوسكا لسيابس دي إيا مثال آخر ماريا بوسكا الكواديرنو دي إخوان ماريا بوسكا الكواديرنو دي إخوان بوسكا أنها يعني تنظر الكواديرنو يعني مذكرة تنظر إلى المذكرة مذكرة مين دي إخوان التي تعود إلى إخوان يعني مذكرة إخوان فماريا بوسكا الكواديرنو دي إخوان يعني مالية تنظر إلى مذكرة مثال آخر الأمبري بوسكالا سيابس دي سامنتا الأمبري بوسكالا سيابس دي سامنتا أي الرجل ينظر إلى المفاتيح بتاعت مين دي سامنتا إلى مفاتيح سامنتا بعد ذلك عندنا بوسترو ونويسترو قلنا أن لهم أربعة أشكال مفرد وجمع ومذكر ومؤنف مثال بعد ذلك نويسترو إرمانو أي أخونا نويسترو إرمانو نويسترا إرمانا أي أختنا فنجد هنا أنها تغيرت من المفرد من المذكر إلى المؤنف نويستروس إرمانوس أي أخواننا نويستروس إرمانوس أي أخواننا بعد ذلك نويستروس إرمانس أي أخواتنا نويستروس إرمانس أي أخواتنا فنجد هنا أن نويسترو لها أربعة أشكال مذكر ومؤنث ومفرد مذكر ومؤنث ومفرد وجامل أيضا بويسترو بويسترو ليبرو أي كتابكم بويسترا بلوما أي قلامكم بويسترو سليبروس كتبكم وبويسترا سبلوماس أقلامكم فنجد هنا أيضا أن بويسترو تتغير في المفرد والمذكر في المفرد والجامع والمذكر والمؤنث حاجة مهمة جدا بنلاحظ أن صفات الملكية لا تستخدم مع أداة تعريف الملابس أو أجزاء الجسم فنكتفي في هذه الحالة بأداة فقط صفات الملكية ما بتستعملش مع أدوات التعريف بتاعة الملابس أو أجزاء الجسم طيب نامل في الحالة دي ما بتستعملش معاهم بنشيلها ونكتفي فقط بذكر الأداة نكتفي فقط بذكر الأداة مثال أقصد في الجملة دية يعجبني فستاني الجديد ولكن هنا ما ذكرتش صفة الملكية يعني أنها لا تستعمل مع أدوات التعريف اللي هي بتاعة الملابس أو أجزاء الجسن لأن هنا قلت كلمة فستان وفستان ده ملابس فاكتفت فقط بذكر أداة التعريف ولم أذكر صفة الملكية اللي هي فستاني الذي يعود لي فهنا ميجوستق البستيد نويبو أي يعجبني فستاني الجديد لكن في ترجمة الحرفية يعجبني فستاني الجديد سيرون آخر ميذويلي البراسو ميذويلي البراسو ميذويلي البراسو يعني يؤلمني ميذويلي أي يؤلمني البراسو أي الزراع يؤلمني الزراع هل هنا أقصد في الجملة دي يؤلمني زراعي بس هنا ما استعملتش صفة الملكية لأنها لا تأتي مع أدوات التعريف التي تعود للملابس أو أجزاء الجسم ميذويلي البراسو أي يؤلمني ذراعي وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقتنا هذا اليوم نستودعكم الله والسلام عليكم السلام عليكم مرحباً